وأول سؤال وصلنا على صفحتنا سؤال بيقول من فضلك يا شيخ رد على سؤالي حاضر ربط المبايد عند الستة علشان الخلفة فيها حرام فيها حرمة آه فيها حرم إن الربط المبايد اللي هو الربط الدائم ده اللي بتربط فيه المرأة قانتاي فلو آه ده حرام لإنه تغيير لخلق الله ليه تغيير لخلق الله ربنا خلق المرأة بهتين القناتين فربطهم دوت يعني إن هي غيرت في خلق الله وكأن هي زي ما تكون وحدة برضو شارط الرحم فالمرأة مولودة على هذه الخلق إن القناتين دولا موجودين تقول طب أنا معنا عايزة ما خلفش ما يستخدم أي وسائل تانية لإن أي وسائل تانية ما فعاش أي جراحة ولا تعدي على الجسد اللي هو بدون سبب فاللي أنت بتعمليه ده وتعدي على جسدك اللي ربنا أمرك إن أنت تصنيه ولا تتعدي عليه بالجرح إلا لسبب لا عندك وسائل تانية لمنع الحمل وسائل التانية لمنع الحمل تقاس بقى على ما كان يفعله الصحابة في عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا نعزل والقرآن ينزل آه ده وتماليه في أنفوش مشكلة دي أداة ملعاش دعوة بتغيير خلق الله فربط المبايد حرام ليه؟ لأنه تغيير لخلق الله يبقى ده حرام في حرمة أو في حرمة طيب نعمل إيه؟ نستخدم الوسائل الأخرى اللي ممكن بيها يحصل منع الحمل وده يوضع يكون جائز آه يكون جائز طيب يا مولانا يعني أنت مع منع الحمل آه المنع الحمل جائز طيب ومع التنظيم آه مع التنظيم جائز ده كمان والتحديد جائز كمان إذن يبقى كل الكلام اللي احنا بنقوله ده بنقوله في الكلام عن ربط المبايد الدائم اللي هو تغيير خلق الله لكن ملوش دعوة بإيه؟ بأي شكل من أشكال منع الحمل ملوش دعوة بإيه؟ ملوش دعوة بإيه؟ ملوش دعوة بإيه؟ اشتركوا في القناة